السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخبار مفرحة بخصوص شكوى إتو هو ملف الجزائر لدى الفيفا قبل ما أبدأ بهذا الموضوع أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة إذا كنت محب للفريق الجزائري أتمنى وضع لايك وإذا كنت محب أيضا للمدرب جمال بالماضي أتمنى وضع اللايك والاشتراك في القناة طبعاً كل عارف أنه إتو تقدم بشكوى وقيل أنه هذه الشكوى بسبب التصريحات التي أدل بها جمال بالماضي ولكن أخبار الآن من قلب الفيفا والصحفي مشاكل قالها قال عاجل من قلب الفيفا شكوى إتو ليست بسبب تصريحات جمال بالماضي بل من أجل تحويل الملف من نجنة الانضباط إلى نجنة التحكيم الخوف ميسيطر عليهم فيها خير طبعاً هيك بديل على أنه فعلاً الخوف ميسيطر عليهم جميعاً خايفين من الأقصاء خايفين من الإعادة هذا السبب الذي جعلهم يقولون أنه هو بسبب التصريحات لا أبداً ليس بسبب تصريحات جمال بالماضي بس كما ذكرت بسبب تحويل الملف أتمنى من أخواني وأخواتي ودعي اللايك وإشتراك في القناة وإن شاء الله بإذن الله تعالى أخبار جميلة سوف ننتظرها وسوف بإذن الله سوف أقوم بنشرها بالفيديوهات القادمة بإذن الله تعالى أتمنى من جميع الدعاء للفريق الجزائري بالتأهل بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة